حلقة لأسعار الأجهزة المستخدمة والمستخدمة الأصلية ومسلم إذا ما كانوا هم شايفين الأجهزة بسابقاً شون حطيناها بالماي يارات اطلع لهم إياه حتى يتعرفون على الأجهزة ويشترون من المكان الصح واللي المفروض يأخذون من عندنا عندنا توصيل لجميع محافظات العراق فحطوا لهم أرقامنا وبرامج التواصل وكل اللي هلا بيكم واللي ما متابع يارات يتابع واللي ما يريد يتابع بكيفة لايكك كومنتك الحلو إذا خليته بالماي شو راح يصير كل شي ما يصير هذا آيفون 11 كاميرتين خليته بالماي شو راح يصير شي هذا آيفون 11 كاميرتين شوف لي هذا الجهاز تقدر حتى تتصل وحتى هو بالماي يلا تعال خلينا نبلش والأسعار بالعراقي آيفون 8 بلاس ذاكرة 256 راح يكون سعره 300 ألف دينار عراقي آيفون XR ذاكرة 128 راح يكون سعره 375 ألف دينار عراقي ذاكرة 256 راح يكون سعره 410 ألف دينار عراقي بطارية فوق 90% آيفون XS Max ذاكرة 256 راح يكون سعره من 400 ألف إلى 525 ألف شنو الفارق بين هذا السعر الفارق من البطارية ونظافة الجهاز آيفون 11 كاميرتين ذاكرة 128 راح يكون سعره من 450 ألف إلى 550 ألف نفس الشي الفارق البطارية والنظافة واللي آيفون 11 ذاكرة 256 راح يكون سعره من 600 إلى 625 ألف دينار عراقي وإحنا على البداء نحكي على التليفون أصلي وغير مفتوح آيفون 11 برو فقط سعره من 575 ألف إلى 650 ألف دينار عراقي ذاكرة 256 آيفون 11 برو ماكس متوفر عندنا من 500 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي الفارق 300 ألف تسعره أجهزة بطاريتهم ناصية وأكو أجهزة نظافة قليلة وأكو أجهزة بطاريتهم عالية ونظافة عالية عندك الآيفون 12 الكاميرتين وهذا أكثر جهاز أحب لي الجهاز يكون خفيف ذاكرة 128 شريحة وحدة راح يكون سعره من 600 ألف إلى 650 ألف دينار عراقي بعدها ما يحتاج أقول لك البطاريات هو الفرق أنت من يمكنك ركز بالسعر وشوف الفرق هو الفرق بس بالبطاريات آيفون 12 برو وصل لنا هم ذاكرة 256 موجود عندنا من سعر 800 ألف دينار عراقي إلى 250 ألف دينار عراقي آيفون 12 برو ماكس ذاكرة 128 من 900 ألف إلى 950 ألف ذاكرة 256 متوفر هم عندنا من 950 ألف إلى مليون وخمسين ألف ذاكرة 512 هم موجود عندنا من سعره من مليون دينار إلى مليون ومية حسب النظافة وحسب البطارية آيفون 13 الكاميرتين وجهاز كلش قوي هذا ونصح لي صراحة سعره متوفر عندنا من 750 ألف دينار عراقي إلى 900 ألف وأكو أجهزة حتى بعدها بضمان الوكالة اللي يطلع بالإعدادات آيفون 13 برو ماكس أقوى جهاز عظل تقريباً سعره موجود من مليون ومية إلى مليون وخمسمية وخمس وعشرين ألف دينار عراقي أكو أجهزة باله 13 برو ماكس يجي الضمان عندك بعدها بالإعدادات وبعدها ما مخلص من خلال الجهاز نفسي تي آيفون 14 وبرو فقط ذاكرة 256 متوفر عندنا من مليون واربعمية إلى مليون وخمسمية للذاكرة 256 والآيفون 14 برو ماكس اللون البنفسجي أو أي لون أن تتريد متوفر عندنا من مليون وخمسمية وخمسين ألف إلى مليون وستمية وخمس وعشرين ألف تقريباً هاي الأجهزة كلها هاي الساعتين هم راح أسول فلكم عليها طبعاً متوفر عندنا الجيل السابع والجيل الثامن الجيل السابع راح يكون سعره من 300 ألف إلى 350 ألف دينار عراقي الجيل الثامن من 375 ألف إلى 440 ألف دينار عراقي تقريباً 90% من الساعات هن عليهم ضمان بعدها بالإعدادات مالة الوكالة وأغلى ساعة وأقوى ساعة وأفضل ساعة وأحسن ساعة واي على هاي الساعة وهواي قلنا كلمة ساعة الألترا ووتش الساعة هي أكبر حجم من قبل متوفرة عندنا مستخدمة من 900 ألف إلى 975 ألف دينار عراقي وأيضاً بعتها ضمان الوكالة هاي الأسعار كلها وأرجع وأذكركم مسلم طلعهم الماي من جده الجديد حتى ما يملون من الحلقة إذا خليت بالماي شراح يصير كل شي ما يصير هذا آيفون 11 كاميرتين خليت بالماي شراح يصير ما يصير شي هذا آيفون 11 بروي شراح يصير هذا آيفون 11 كاميرتين 12 كاميرتين شوف لي هذا الجهاز تقدر حتى تتصل وحتى هو بالماي أي سعر شوفونا مناسب أو أي سعر شوفونا غير مناسب العفو فهاي الأجهزة متعوب عليها يعني إحنا بنحصلها صعوبة بنحصلها طبعاً يومياً ينشر أقل شي عشر أجهزة مستخدمة على الانستغرام وأغلبهم باعتهم بضمان للوكالة آيباداتهم متوفر عندنا فقط على الستوري مالة الانستغرام والفيسبوك وتحياتي لكم من أخوكم حسين الكوري اللي متوفر عندنا توصيل لجميع محافظات العراق أي شي تردوك كتبوا لي بالتعليقات وعيوني لكم وقريباً حلقة الأسعار الأجهزة الجديدة وهم الأسعار بالعراقي وإذا ما متابع كيف ما متابع؟ وراح نزل لك حلقاته هواي فتابع حتى توصل لك فيديوهات أول بأول